رجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا وحدثنا مستمر عن واحدة من اهم بطولات رجال القوات المسلحة المصرية وهي ملحمة البرث اللي اتجستت فيها معاني البطولة الصمود والتضحية والفداء ملحمة البرث كانت مشهد من مشاهد وبطولات كتيرة غالية قدمها الجيش المصري في معركته ضد الارهاب وقوى الشر بعد ثورة 30 يونيو النهاردة قبل سبع سنوات اخذ الشهيد البطل احمد منسي وباقي كتيبة ابطال مصر واحدة من اهم المعارك في كمين البرث في رفح لصد هجوم ارهابي من الجماعات والقوى الظلمية واستمرت المعركة لساعات قدم خلالها البطل الشهيد المنسي ورفاقه واحدة من المعارك القوية في سبيل الدفاع عن تراب مصر والقتال حتى اخر طلقة واخر نفس ملحمة البرث كانت ملهمة بالفعل وده اللي دفع الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية انها تقدم يعني او تبقى حريصة على تكسيد الملحمة في عمل درامي عظيم وشفنا من خلاله ابعاد المشهد بالكامل وعرفنا حجم التضحيات اللي تقدمت في معركة شرسة ضد الجماعات التكفيرية معركة شرسة لكنها كانت معركة ومشروعة دفاعا عن الحق وعن الوطن النهاردة هنسترجع في فقرة استوديو هذا الصباح ذكرى الملحمة وكلنا احساس بالفخر لكن تضحية ولكل تضحية قدمها رجال القوات المسلحة في سبيل وطنهم هيكون معنا في الحديث النهاردة ضفنا الكاتب الصحفي بلال الدوي الاول هنصبح على حضرتك صباح الخير يا فنم صباح الخير يا فنم واهلا بحضراتكم وانا سعيد ان انا معكم نهاردة صباح المور احنا اسعد وكل سنة وحضراتك طيب وحرك طيب كنت بتكلمنا قبل الهوى عن معادلة كده يمكن احنا بنتكلم عن حدث طبعا كلنا كلنا بنفتخر بمش عايز اقول الجملة الشهيرة يعني اللي الناس كلها بتقولها احنا بنقول ان اولاد مصر الشهداء ما ينفعش نقول شهداء الا ما نقول ابطال طبعا صحيح الشهداء الابطال الاحياء عند ربهم يرزقون صحيح احنا بنتكلم عن ابطال مصر اللي هما اخذوا على عاطقهم حماية امن مصر وهذا لو تعلمون عظيم يعني احنا دايما بنتكلم في الامن بنتكلم في الامن بنتكلم في الامن كتير جدا لان ما شهدته مصر بصراحة ما شهدته مصر خلال ثلاث سنين فوضى احنا بنتكلم نقول ان تقسيم وهدم وتركيع ولكن لو جينا دخلنا في التفاصيل اكتر هنعرف معلومات وهنعرف قد حجم المعلومات هنعرف حجمي كبير جدا 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 من التضحيات ما ينفعش نتكلم عن الحدث الاعظم اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة الا ما نقول ان في مصر ابطال انكروا ذاتهم وفضلوا ان هم يواجهوا العناصر الارهابية بجسارة بجسارة وده اللي احنا عايزين نقوله للشعب المصري كله ان تلات سنين من فوضى الغرض منه كله كان ابتلاع هذا الوطن هذا الوطن اللي هو يبقى مصر سبع تلاف سنة النيل الاهرامات الازهر الكنيسة الاضا الاعلام الجيش والشرطة احنا بنقول كلام ما بنقولش كلام يعني ما حدش مرسل ما حدش اتوقع ان احنا بنقوله ايه ده احنا بنجيب سرطة الجيش لا هذا الوطن اراد له اريد له اريد له لان الحمد لله ربنا كرم والحقنا البلد كلنا الحقنا البلد قبل ان تبتلعها جماعة ارهابية رسميا بتنظيم دولي رسمي بتمويل ملايين الملايين ومليارات المليارات واسلح ما انزل الله به من سلطان خلينا نقف عند النقطة دي اذا سمحت يوسف بلال كلمة تنظيم دولي ارهابي وكلمة تمويل قوي جدا وسلاح غير مسبوق ربما تكون ملحمة البرث خير شاهد وخير مثال على هذا الامر عدد المهاجمين عدد الارهابيين اللي كانوا موجودين منتكلم على مية وخمسين ارهابي مدججين بأسلحة قوية أسلحة عالية يعني مش بنتكلم على مدافع رشاشة فقط بنتكلم على مدافع أر بي جي بنتكلم على مدافع أو قضائف الهاون بنتكلم على تسليح وعتاد بيبقى مملوك عند جيوش وليس عند أفراد وربما التنظيمات حتى مش كتير من التنظيمات بيبقى عندها هذه القدرات القتالية سؤالي لحضرتك عن قد ايه الموضوع ده ممكن نعتبره مثال لكل اللي كان موجود في سيناء ولمدى التسليح ومدى التمويل لحضرتك كنت تتحدث عنه ولصمود الشعب المصري وتضحيته الجيش المصري الباسل وصعوبة معركة القضاء على الإرهاب اللي نجح فيها بنجاح باهر الجيش المصري كل اللي مصري شاهدته من تنظيمات متطرفة إرهابية كل ده كل ده كان عن طريق عاملين الناس كلها عرفها واحد تمويل اتنين سلاح طيب التمويل كان موجود تمويل غير طبيعي السلاح واحنا طبعا ما بنقولش كلام عشان الناس ما تتخدش احنا ما بنقولش كلام جديد احنا بنقول ان دخل في مصر خلال فترة الثلاث سنين الفوضى 11 مليون قطعة سلاح 11 مليون قطعة سلاح تاني مصر كان فيها 11 مليون قطعة سلاح طب ازلاي في ظل الظروف السياسية اللي كانت وقتها مصر فيها والظروف الاقتصادية الصعبة والمشاكل الكتير اللي كنا بنعاني فيها الرئيس او الرئيس عبدالفتاح السيسي قدر بحنكة وحكمة وفي وقت يعني مش كبير انه يطهر سينة بشكل كامل من الارهاب وكمان بدأنا نعمر فيها انا هتكلم عن نفسي عشان ما حدش ياخد كلامي ان انا بوجهه انا هتكلم عن نفسي انا بقول بعد ما قريت جميع نصوص نصوص تحقيقة لنابة امن الدولة العليا في كل قضايا العنف والتطرف تنظيم انصر بيت المقدس تنظيم اجناد مصر تنظيم انصر الشريعة تنظيم المرابطون تنظيم اللي هو داعش اللي كان منتمي ليه المجرمين الارهابيين اللي اجرموا في حق هذا الوطن في رفحه الشيخ زويت خاصة في كمين البارس لو قرينا نصوص التحقيقات في نيابة امن الدولة العليا في القضايا دي كلها هنعرف ان الجملة اللي انا بقى عايز اقولها على الثاني انا نحمد الله ان هذا الوطن قد رزقه بطل بطل قومي كان لديه خبرة عسكرية كبيرة جدا حينما قبل بلاء حسن في منصبه كمديرا المخابرات الحربية ثم وزيرا للدفاع ثم اختره الشعب ليتولى القيادة ويجلس على كورس الرئاسة الجمهورية ليه لان احنا نشوفنا رئيس الجمهورية ارهابي ينتمي لتنظيم ارهابي اسمه محمد مرسي كان يدعم العنف ويدعم الارهابيين اول قرار اصدره حينما جلس على كورس الرئاسة الافراج عن فطاح الارهاب وفطاح التنظيم ارهابي كانوا متهمين في نقابة الاطباء بغسل الاموال مش هننسى الجملة الشهيرة اللي حضرت على حياة الخطفين والمخطفين نعم هي دي عقلية دي مش عقلية ده اللي احنا لازم نقارن لازم نقارن نقول ان تمضي افراج عن ارهابيين اول قرار تاني قرار الافراج عن اعضاء تنظيم القاعدة اللي كانوا في السجون الا عقدون من البانيا الا عقدون من افغانستان ولا وقائد الجناح العسكري لتنظيم انصار القاعدة والمفتي الشرع لتنظيم القاعدة وطبيب باللدن شوف القرارات اللي هو كان بيعملها والافراج عن ارهابيين كتير كده في المقابل في شهداء كانوا بيقدموا ارواحهم في داء الوطن انا مش هنسى جملة ام شهيد قالتها كان بتحكي بتقول حد يقول لي هو تواجع هو بيتضرب بالرصاص ولا لا كان بتبكي البقاء كان بيبكي دم لكن خلونا نتابع مع حضراتكم تفاصيل عن ذكرى ملحمة البرص وبطولة منسي ورفاقه في ذكرى الملحمة في سياق التقرير اللي جاي تعخل اليوم الذكرى السابع لملحمة كمين البرص التي وقعت في 7 من يوليو 2017 واستشهد فيها البطل عقيد اركان حرب احمد منسي ورفاقه وهم يدفعون على الكمين بمدينة رفاح والتي تعد احد اهم المعارك ضد الجماعة الارهابية بشمال السيناء كانت سعر ربع فجر 7 من يوليو 2017 حين بدأ 150 ارهابيا الهجوم بواسطة 12 عشرة عرب الدفع ربعي محملة بالسلاح فتعاملت مع قوة الكمين ولكن لشدة تدريعها فجر قرب الكمين وخلال دقيقة كانت بقية القوات في اماكنها ترد على الارهابيين في الوقت نفسه قام بعض العناصر بتطويق الكمين بالكامل وزرعي عدد من الالغام لصد محاولات الدعم البري وقامت عناصر الكتيبة 103 بصد الهجوم وتبادل اطلاق النار وتمكنت من الصمود طوال اربع ساعات وخض العقيد احمد منسي قائد الكتيبة ورفاقه معركة بطولية في مواجهة الارهابيين حتى استشهاده في موقعات البرف قدم منسي الشهيد الذي لن ينسى هو ورفاقه ملحمة بطولية في وجه الارهاب الذي حاول النيل من الدولة المصرية ورفضها لحكم الارهاب ووفقت الشركة المتحدة للخدمة العالمية في واحدا من اهم اعمالها الدرامية وهو الاختيار بطولة منسي ورفاقه لتكون تضحية الابطال حاضرة امام كل الاجيال ويكونون على دراية بان شهداء الوطن لم يبخلوا بارواحهم ودمائهم لحماية امن مصر وارضها من الارهاب الغاشم لتبدأ بعد ذلك الجمهورية الجديدة في التنمية والبناء والتعمير على ارض الفيروز رحم الله منسي ورفاقه وكل شهداء الوطن رحمة الله طبعا على كل شهداء يعني ملحمة البرد مشاهدين الكرام وكل شهداء الوطن سواء في سيناء او في اي مكان اللي قدموا اروحهم غالية من اجل يعني رفعة هذا الوطن من اجل استقلال ومن اجل حريته ومن اجل دوام الامن والامان فيه دايما يا رب مكملين حدثنا مع حضرتك يا استهد بلال وكان الكلام على هذا يعني هذه التضحيات والمطمع اللي موجود في سيناء من زمان جدا ومازال حتى الان ومن 2011 ومن 2013 ومازال مستمر حتى الان والامور اصبحت معلنة يعني حتى في ما يتم تناوله وما يخرج عن تقارير الاستخباراتية اصبحت الامور غير مخفية ان مازالت سيناء مطمع عايز اسأل حضرتك على اهمية دور التنمية والتعمير في سيناء في مواجهة هذه التحديات وفي ان هي خلاص يتم افشالها هذه المخططات زي ما بيقولوا وانس ان فرول او مرة وللابد يمكن الجملة الشهيرة اللي بتتقال دايما كيف يتم تأمين سيناء تأمين سيناء ازاي تأمين سيناء بالتنمية بتنميتها احنا بنتكلم عن وضع احنا شفناه معسكرات تدريب 12 الف ارهابي موجودين في 4 معسكرات تدريب كان بيقوم عليهم اعضاء تنظيم القاعدة اللي مرسي خرجوا من السجون ده كان وضع سين سلاح جرينوف هون كورنت كل ده سلاح بينهالة عن التنظيمات الارهابية لخدمة اغراض الجماعة الارهابية الام اللي هي جماعة الاخوان الارهابية طيب ده الوضع اللي احنا شفناه طيب الوضع بعد صورة 30 يونو العظيمة ايه واحد تم تطهيرها عن طريق ابطال الجيش والشرطة عن طريق قرار وارادة سياسية من القيادة السياسية من رئيس عفتاح السيسي بضرورة تطهير سيناء من الارهابيين وحكمة قبائل سيناء كمان تعاونهم طبعا مع الجيش وتاريخهم العظيم تعاونهم مع القوات المسلحة زائد ان احنا اتجهنا الطريق الاول ان احنا تم تطهير سيناء طيب الطريق التاني ان انت مشروعات بقى التنمية لانك ممكنش هتعرف تنتنمي الا ما اتطهر وبالتالي القوات المسلحة اعمل بدور كبير جدا جدا في تطهير سيناء العملية الشاملة وبالتالي قدرت ان انت تعمرها بقى تحق تكون الارض خصبة للتعمير والتنمية لو جينا شفنا بالارقام ما بتكذبش هي الارقام العامل اللي احنا بنحدد به احنا كنا فين وبقنا فين يعني مثلا سيناء كان فيها اتناشر من قطعة سلاح دلوقتي زيرو كان فيها ارهابيين زيرو دلوقتي احنا طيب تعال ممكن نعمل مقارنة تانية ما لازم مقارنة سلاح دلوقتي بقى فيها زراعة بقى فيها مصانع ما احنا بنتكلم على التنمية مش هنتكلم على التنمية بصفة عامة لا ما تيجي نتكلم بالارقام الارقام هي خير دليل للناس اللي هي وعية اللي وقفة مع بلدها عشان تفهم هي اللغة اللي ما فيهاش مجاملة اللغة اللي ما فيهاش مجاملة احنا كنا فين وبقنا فين خاصة في سيناء لان احنا كلنا بالنسبة لنا سيناء جزء حبيب واحنا بالنسبة لنا سيناء دي تراب سيناء اصلا يعني احنا عاشقين لتراب سيناء لان فيه تضحيات كبيرة جدا من ابنائنا كلنا كل بيت في مصر فبالتالي الارقام هي اللي بتتكل احنا عندنا سينة كانت ايه كانت مفيش تعمير دلوقتي فيه تنمية حقيقية احنا شايفينها قدام عينينا تعالى ندرم مثال احنا بنقول ان سينة شملتها التنمية عمرانية تنمية صناعية مفي صناعة تنمية فيه وجود المواطنين هناك وجبت لهم وحدات سكنية تعالى بقى نتكلم بالارقام احنا هنا فيه ثلاث فروع تعالى نتكلم بالارقام واحد كان فيه كم جامعة في سينة الاول دلوقتي موجود ستة زاد وطبعا كان موجود اربعة دلوقتي ستة كان موجود وحدات سكنية ما كانش احنا كنا بنتكلم فيه مجموعات متفرقة والمدارس قليلة والصرف السيح قليل والتعليم ضعيف وبالتالي احنا بنقول ان مدينة رفح الجديدة تمانية واربين الف واحدة سكنية واحدة سكنية لابناء سينة طبعا تعالى نتكلم مدينة سلام اللي هي شرق برسعيد اربعة وخمسين الف واحدة سكنية لابناء سينة عندنا مدينة الصيادين ما عندك بحارة البردويل كانت طبعا في اهمال طوال السنين اللي فاتت تم تطوير بحارة البردويل 120 مليون جنيه دولة دفعتهم انفقتهم لتطوير بحارة البردويل طب بحارة البردويل بيخدمها صيادين محتاج اعمل مدينة للصيادين عايشين على العمل في بحارة البردويل اربع تلبية بدوي يناسبوا الحياة اللي هم عايشين فيها والمعيشة اه اربع الدول اللي عملت كده تعالى بقى نتكلم مصانع رخام مصانع جرانيت مصانع اسمنت تعالى نتكلم في الزراعة 285 الف فدان 285 الف فدان زراعة وفي الطريق 418 الف فدان يستصلحوا الآن تعالى نتكلم على حجم الطرق حجم الطرق 5000 كيلو عندك طريق الفردان بير العبد طابة العريش طرق جديدة كلها في طريق يعني فيه عمران طبعا يعني فيه وجود انسان يعني فيه وجود مشروعات يعني فيه تنمية تعالى نتكلم في مشروعات الصرف الصحي 55 محطة صرف الصحي 34 محطة تحلية ميات شرب محطة بحر البقر اكبر محطة في العالم دخلت موسوعة جينيس لمعالجة طلابية اه فيه بعض الخبراء في وحدة ابحاث تابعي للكونجرس الامريكي بيقولوا كتبوا عن سيناء في 2019 بيقولوا ايه بيقولوا واحد نجحت مصر فيه تطهرها من الجماعات الارهابية اتنين تنمياتها اقتصاديا وعنوان سيناء محطة بحر البقر محطة عظيمة اكبر محطة العالمية اه فانت بتتكلم فيه تعال احنا فيه محطة جبل الزيت محطة جبل الزيت محطة الكهرباء لطاقة الرياح لطاقة الرياح دوء الدولة المصرية انفقت الرقم الكبير 680 مليار جنيه لتعمير سيناء عشان كده البطولة اللي حصلت والملحمة اللي عملها منسي ورفقه في معركة البرت سجلتها الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية في شكل مسلسل كان اختيار الجزء الاول علشان تعرف الناس ايه سيناء وتمنها عامل ازاي عندنا نحميها بدمينا وبروحنا فانا عايزك يعني تتكلم معنا في هذه النقطة وتخليد او تسجيل وتكسيد شخصية منسي ورفقه هناك الشركة المتحدة بكل امانة اتبعت طريق احنا بنقول عليه كلنا من فترة من فترة يعني من فترة يعني ليست بالقصيرة معركة الوعي الشركة المتحدة انا مش بقولي ان هي شركة خدمات اعلامية بس ده الشركة المتحدة تقود معركة الوعي مع الشعب المصري معركة الوعي ده العنوان الكبير معركة الوعي في مصر الان تقوده الشركة المتحدة ليه لان انا لما اعمل مسلسل الشركة المتحدة لما تعمل مسلسل زي مسلسل اختيار واحد واثنين وبتعمل عددا من الملاحم البطولية لتأريخ بطولات القوات المسلحة وأبناء مصر في الجيش دي بتعمل وعي للشعب المصر كله وبتفيد الأطفال والشباب طفل دلوقتي يقولك أنا عايز يعني أكون زابط تحول الموضوع بعد كده أنا عايز ألبس البادة العسكرية تحول الموضوع في العيد مش عايز لبس العيد عايز بادة العسكرية فأنت قدرت أن أنت ترسخ فكرة الوعي لدى الأطفال إذا الشركة المتحدة بكل قوة الشركة المتحدة تقود معركة الوعي لأن احنا عندنا تنظيم إرهابي خلاص اتفرط عقده وبالتالي الناس مهاجرين برا لا يملكوا في الدنيا خالص إلا خنوات يوتيوب وفيسبوك وموقع اكس يضربوا إشعات هنا إشعات هنا إشعات هنا الإجابية في مصر يحولوها لسلبي وبالتالي إذا كان لهم تأثير فإذا الشركة المتحدة بتتصدى لكل هذه الشائعات والأكاذيب والأباطيل والتلفقات دي كلها وبالتالي بيفشلوا في الخارج اللي بيعملوا لأن طبعا الشعب واعي واعي بإيه؟ واعي لما تشوف المنسي وهو بيقول إيه؟ مش هنسيب سينة لما شاف الرئيس السيسي بيقول إيه؟ مش هنسيب سينة لحد فإذا عملية الوعي ضرورية جدا جدا ومستمر يمكن حرص الدولة على تنمية سينة اللي أعطى والبطولات اللي احنا شفناها ليه؟ القوات المسلحة وأبطال سينة أعطت الأمور جدية وعندنا أماشة لطيفة جدا نقدمها جرعة للناس نقول لهم هذه قصة الأبطال هذه قصة الدولة هذه حكاية وطن عانى كثيرا 2011 و2012 لحد 36 من فكر إرهاب المتطرف وبالتالي الدولة نجحت حد يقدروا الدولة ما نجحتش لا نجحت نجحنا من إيه؟ لأن دلوقتي الأمن في سينة 100% التعمير في سينة وصل لمرحلة أنا ذات نفسي كنت بحلم بيها كنا بنحلم بيها تعالى دلوقتي لما كنا بنكتب ونقول إيه إزاي سينة منعزل عن الدلت طب بالرحة طب حاضر حاضر طب دلوقتي فيه خمس أنفاء 35 مليار جنيه الدولة أنفقتهم يعني قبل أن تتكلم بالرحة المنطقة الإقصادية دلوقتي عندك أربع مناطق صناعية موجودين يعني في المنطقة الصناعية في قناة سهي المنطقة الإقصادية في قناة سويس المشاريع لو نتكلم عليها أستاذ بلال محتاجها يعني حلقات وحلقات اللي هي موجودة في معركة البناء والتنمية والتعمير في سينة حضرتك قلت كلمة مهمة جدا أنه حاليا المعركة الحقيقية معركة وعي زائد هنزود معاها معركة البناء والتعمير ودول جوم أكيد بعد معركة تطهير سينة ونهاية التنظيمات الإرهابية اللي ممكنت موجودة فيها عشان كده المعركة القائمة حاليا هي معركة مهمة جدا وهي الوحيدة اللي بتضمن عدم عودة الصورة إلى سابق عهدها وعدم الضحك على الناس وعدم موجود تاني الطيرات والفكر المتطرف والفكر الإرهابي مش متطرف عفوا الفكر الإرهابي تحديدا ويعني هي معركة لا تقل بأي حال من الأحوال الأهمية عن المعارك السابقة بنشكر حضرتك على تصليط الضوء على هذه الصور المختلفة والمشاهد المختلفة عشان نعرف احنا موجودين فين ازاي وصلنا للنقطة دي ونعرف قيمة الأرض الغالية لحضرتك زي ما حضرتك قلت وقيمتها في قلوبنا جميعا سينة دايما أرض غالية وربنا دايما هيحفظها ودايما معركة البناء والتنمية والتعمير ومعركة الوعي هما اللي بيضمنون أنها تفضل دايما أرض مصرية خالصة وأرض الأمن والأمان دايما يا رب إن شاء الله كل شكرا حضرتك شرفتنا وسعيدنا بوجودك شكرا حضرتك كتب الصحفي الكبير الأستاذ بلال الدول شكرا حضرتك فندم وناس عجلنا معاكم وكلنا كلنا خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي في المعركة لأن المعركة ما زالت مستمرة طبعا إحنا تحديات كتير ولو هننظر بس ولو دقيقة حوالينا هنعرف أن إحنا واجب علينا أن إحنا نقف خلف القيادة السياسية الوطنية التي تراعي مصلحة الوطن والتي طلق دعم شعبي غير مسبوق وده اللي إحنا شفناه في انتخابات الرئاسة اللي العالم كله أشد بيها شكرا جزي راني فندم